بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبرك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نقم القراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحج أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير بن بردزب البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وألوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين الكتاب الثاني والثمانين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر وفيه ستة عشر بابا والقدر من التقدير والتقدير معنى سبق التدبير قبل ظهور هذا التدبير في العالم يعني معنى أن الله يعلم ما سوف يحدث في العوالم بسبق تدبيره له فالقدر والقضاء بمعنى الحكم والتدبير القضاء والقدر فالقضاء هو التدبير نفسه والقدر وقت ظهور التدبير وقته وقدره يعني ربنا قضى يعني حكم بالرزق لكن رزقك حيجيلك في أوقات متفاوتة وفي كل وقت بقدر معين يبقى اسمه القدر بقى فالقدر ظهور المقضي في آنيات الزمان على وفق ما دبار قبل ذلك فهم وكل شيء قدرناه تقديرا قدره تقديرا يعني يعني زي ما تقول أما يكيل فالقدر هو وزن الأشياء على وفق القضاء القديم وعشان كده قاله إيه كأن القضاء هو الوزن وإيه والقدر هو الكيل عشان بيحدد لك الكمية وزمن أخذها فهم فكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال والإيمان بالقدر ركن من أركان إيه الإيمان عند المسلمين بحيث من أنكر القدر كفر عندنا ستة أركان للإيمان أي ركن يكفر به ينكره يبقى كافر أولورنان يالكل يبلاش فإن تبقى إزاي إيه هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقداء والقدر ستة تحاجات واحد يقول لك أنا مؤمن بأن ربنا موجود والقداء والقدر مؤمن بكل حيات بس ما فيش ملائكة الله تبقى أنت أنكرت الوحي يبقى أنكرت الوحي والنبوات تهمت بقى إزاي لا لازم كمان ملائكة طبقى في ملائكة وفي رسل بس مش مؤمن بكل الكتب تبقى برضو كافر هتبضل كافر لحد ما تجمع الستة في قلبك تهمت إزاي لازم الستة يبقى مجموعين في قلبك فمنكر القدر كافر بإجماع الأمة كمنكر الرسل كمنكر الملائكة كمنكر الكتب المنزلة كمنكر اليوم الآخر كمنكر وجود الإله أصلا كل دول كفار وتلاقي الكفار طواقف شتى تهمت باب في القدر الباب الأول في القدر يعني أي في إثبات القدر من السنة النبوية الشريفة يبقى في القدر يعني أي في إثبات القدر بإسندنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للإمام البخاري في صحيح الحديث الرابع والسبعين بعد الستمائة والستة آلاف قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش اللي هو سليمان بن مهران قال سمعت زيد بن وهبة عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما اللي هي النطفة ثم علاقة مثل ذلك يعني أربعين يوم تاني علاقة يعلق في جدار الرحم ثم يكون مضغة مثل ذلك مضغة عارف أنت لما تندغ اللحمة تندغها كده وبعدين تيجي تطلحها من فمك تلاقي فيها تجاعد وحاجات دخل وحاجات طلعة هو الإنسان فعلا في تكوينه وبيبقى شكله زي المضغة دي التجاويف اللي تحت تعمل لإيه جوف الإنسان الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي كل ما هو مجوف الوعاء الدموي كل ما هو مجوف يتعامل من اللي داخل طب وكل ما هو غير مجوف كالكبد والطحال والعضلات والعضم يطلع من البروزات فهمت ازاي فبيبقى شكله في الاول خلص كده زي المضغة سبحانه وتحالي يعني فعلا عما تشوفها تلاقي أحسن أحسن وصف ليها هي كلمة المضغة دي يعني حاجة ممضوعة شوف انت ما تعد تطلع اللي بانا من بقك كده تلاقي ايه حاجات دخل وحاجات طلع ليه أثر الدروس غرسة فيها وبين الدروس حاجات بروزات طلع هو بيبقى شكله كده للإنسان في بداياته وهو في بطن أمه طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان عالم أجنة كان عمل تشريح ودخل في بطن الأمهات ده أمه أمية لا تقرأ ولا تكتب لعنده أمه عامل ولا عنده أمه عادي صادق لأنه بيخبر عن الله ليس بيخبر عن علم نفسه ده صادق ده حديث زي ده يقول عليه أشهد وقال له رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم في أمه أمية لا فيها مدارس ولا جامعات ولا معامل ولا مكروسكوبات ولا أي حاجة في أي حاجة ويصف لك الدجانين جوابتنا ومتطوراته إيه ده ده آية كبيرة من آيات الله التي تزيل كل شك وريب في كلام هذا النبي الصادق الذي يتكلم بربه ليس بنفسه بل بربه ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا في ملك موكل بالأرحام ربنا خلق ملك كده موكل بالأرحام شغلته الأرحام لا مش أرحم الناس بس كل ما يلن من حيوان وإنسان موكل بأرحمه هذا لأن حتى الحيوان ليه رزقه برضو اللي حيببطني أمه ده حيطلع هل حيموت في حدثة حياكل إزاي حيشرب إزاي حيجري إزاي كل ما هو حيوان وكل ما هو كمان طائر يبيض ويفئس يطلع طائر كل دي موكل لها ملائكة لأن ربنا سمى الملائكة المدبرات أمرا بيدبر المملكة التي خلقها الله بإذن الله وأمره سبحانه وتعالى ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع يؤمر بإيه بأربع أشياء برزقه وأجله وشقي أو سعيد يعني يكتب إيه رزقه وأجله وشقي أو سعيد يعني الحاجات مقدرة وقبل ما يتولد يعني معروف ده من أهل الجنة ولا مش أهل الجنة يعني دي أجل قدرة فيهمت زي ده قبل الولادة وإنت اللي سبطنا أمك معروف رزقك هتاخده وإمتى هتاخده وقدره قد إيه والرزق ده مش المال بس فيه العفية والمرض فيهمت إزاي وفيه كذلك الفراغ والشغل وفيه الإيمان والكفر دي أرزاق كلها وفيه المعارف والفهون وفيه الغفلة وفيه إيه اليقظة فيه كل حاجة فده كلها أرزاق وفيه الزواج والطلاق والأولاد اللي تنجيبهم أو لا تنجيبهم والمعارف وأخذ بالك والأصدقاء والجيران كل دول رزق كل دول أرزاق الناس متصور رزق اللي هي الفلوس بس لا يا سيدي ده الرزق ده حاجة وسعقة ده يشمل كل ما يؤتيك الله من الظاهر والباطل دي كلها رزق وأجله يعني عمره اللي هيعيشه في الدنيا ده يعيش عشر سنين ده عشرين سنة ده شهرين ده ثلاثة وفيه من يقدر رزق عمره يبقى لحظة يطلع من بطنهم ويوأوأ ويموت على طول وفيه من ينزل ميت وفيه بقى اللي تطول عمره حتى يعني يصل إلى سن الخرف وفيه من يموت قبل ذلك وكيفية الموت اللي حيموت بها حيموت فجأة ولا حيموت في حدثة ولا حيموت بمرض ولا حيموت فين ويدفن فين كل التفاصيل دي وحيتجوز مين وحيطلع مين كل التفاصيل دي هاتك كتب تهمت فيؤمر بأربع برزقه وأجله ونهيته بقى لأنهاية الأخيرة من أهل الجنة ولا من أهل النار شقي أو سعيد فوالله ده كلام مين بقى الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع الزراع اللي هو معروف اللي هو حوالي إيه من أربعين لخمسين سنتي اللي هو الزراع كده والباع اللي هو مدى الزراعين لما تمدهم كده ومباع يبقى الباع هو إيه؟ صلى الله القديم غير ظاهر يوم يموت على الكفر فوالله إن أحدكم أو الرجل والرجل المقصود بالمكلف ذكر كان أو أنسى يعمل بعمل كفار ستين وسبعين سنة وجاء قبل ما يموت بسنة ولا اتنين ربنا هدالي الإسلام ومات على الإسلام وشوفنا ناس عاشوا ستين وسبعين سنة مسلمين في بيئة مسلمة وحافظ القرآن ويجي لك قبل ما يموت كده يخرف وينكر لأحكام الشرعية ويدخل الشك في قلبه ويموت على الكفر شوفنا ده وشوفنا ده فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قال آدم اللي هو آدم ابن إياس ابن أبي إياس اللي هو الراوي قال آدم اللي هو شيخ البخاري آدم ابن أبي إياس إلا ذراع يعني بغير شك ما قالش فيها باقي إلا أو إلا باع بغير شك قال إلا ذراع بس وعن أبيه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس ابن مالك يعني عن جده بيروي عن جده أنس ابن مالك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة يعني كأن في كل مرحلة الملك بياخد من الله الأمر في كل مرحلة نطفة يا ربي نسيبها لما تبقى علقة ولا تنزل يقول له علقة بقت علقة يا ربي ننزلها ولا نكملها مضغة مضغة طب يا ربي أذكر أم أنسة لا ذكرها أو أنسها يعني بياخد الأوامر أولا بأول من الله مدبر سبحانه وتعالى أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أرد الله أن يقضي خلقها يعني يتم خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه فيكتب يعني إيه مقدر بابه جف القلم على علم الله يعني علم الله كله خلاص الكتب وإيه وجف القلم ما بقاش بيجري خلاص بيكتب الألم خلاص انته كتب انته علم الله تم وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم يعني وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم يعني على بعد ما أعلمه أو على علم أي بعد ما علمه يعني أضل الله الله على علم يعني بإعلامه حتى يقيم عليه الحجة أو أضى الله الله على علم أي أضى الله بعد أن علمه يبقى إما على علم علمه الله بالإنذار أو على علم تعلمه ثم بعد ذلك اختار الضلال وقال أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقن قال ابن عباس لها سابقون ولهم أعمالهم لها سابقون أي سبقت لهم السعادة وعلى شك كده هم بيعملوا بأعمال أهل الجنة في الدنيا لسبق السعادة لهم في الآخر فيسر الله لهم أعمال أهل الجنة والتانيين لسبق الشقاوة في الآخرة يسر الله لهم أعمال أهل النار وعنه بي قال حدثنا آدم له ابن أبي إياس قال حدثنا شعبه له ابن الحجاك قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف ابن عبد الله ابن الشخير يحدث عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيوا عرفوا أهل الجنة من أهل النار دلوقتي يعني معرفين مين أهل الجنة وأهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون طب وحنعمل ليه بقى أدمه ربنا عارف أن أنا مليه الجنة أو من أهل النار طب أنا أعمل ليه فلما يعمل العاملون ليه يكتهد المكتهدون فهم قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له يعني بيقول له إن أهل الجنة ربنا يسرهم لعمل الجنة سأن يسره لليسرة والمخلوق للنار ربنا يسره للعسرة فمشغول بعمل أهل النار باب الله أعلم بما كانوا عاملين ده جزء من حديث نبوي كلام النبي خلاي عنوان باب وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر يبقى محمد بن بشار اللي هو بندار شيخ الأمام البخاري بيروي عن غندر اللي هو محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر يروي عن شعبة بن الحجاب قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين يقال إن ستنا خديجة سألت النبي ويقال أيضا إن غيرها سألهم يعني تعدد هذا السؤال أولاد المشركين اللي بيموتوا هم أطفال دول يا رسول الله قبل التكليف حيروحوا فين سألوا النبي كده عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني ما تقلقش ربنا سبحانه وتعالى يعلم لو كبروا وخيروا هيختاروا إيه الكفر ولا الإيمان وهيدخلهم على وفق علمه لأنهم لن يخرجوا عن علم الله ففوض الأمر إلى الله ولا تشغل نفسك بما لم يشغلك به الله دعي الملكة للمالك يفعل فيه ما يريد وانت هتبقى رب للعالمين فهمت بقى ازاي سيب الأمر هو ربنا يدخل أهل الجنة الجنة يدخل أهل النار النار ما يدخلش ده يخرج ده يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى انت تشغل نفسك بما أمرك به ولا تشغل نفسك بايه بقضايا ربوبية دي قضايا الرب هو اللي هيعملها فهم خليك انت عبد وانشغل بما أمرك به سيدك وعنه بي قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا الليث ابن سعد المصري برضو عن يونس اللي هو ايه يونس بن يزيد الايلي نسبة إلى ايلات اللي كان اسمها ايلة زمان كان اسمها ايلة عن ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري قال واخبرني عطاء ابن يزيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سئل رسول الله سلام عن ذراري المشركين يعني ابناء المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين وعنه بي قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر اللي هو معمر ابن راشد الصنعاني عن همام اللي هو ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سلام ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه يعني هو مولود على الفطرة التي اخلقا الله الفطرة اللي خلقا الله انه عبد لله مش عبد لغير الله لكن او ابو ام باهم اللي ايه يغرسوا فيه الكفر او يغرسوا فيه الامان فهمت يوجهوه بعد كده فابواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها يعني انتو البهيم اللي عندكم بيتولد البهيمة سليمة انت بتقطع جزء من ودنها عشان تعلمها من بهيم جارك علشان ايه لما تتوف وستباهم جاره رؤوا لا دي دي بتاعتنا ايه مقطوعة الازم انت بتاعتك مقطوعة من ايه دي وانا مقطوعة من فوق وده مقطوعة من تحت وده مقطوعة من جم كانوا يعلموا البهيم بتاعتهم عشان ما تيجي ترعى ما ايه ما تختلطش ببعضها يوم يعمل علامة في الازم لكن هما كلهم بيتولدوا سلام انتم اللي بتلعبوا فيهم كذلك كل انسان يقول يتولد فطرته سليمة على الايمان اهلهم اللي بيلعبوا في هذه الفطرة فبيشبه دي بدي فهمت بقى كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الاذن حتى تكون انتم تجدعونها قالوا يا رسول الله افرأيت من يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانوا عاملين باب وكان امر الله قدرا مقدورا يعني قضاء مقضية يبقى قدرا مقدورا يعني قضاء مقضية وعنه بيقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك اللي هو الامام مالك بن انس امام دار الهجرة عن ابي الزناد اللي هو عبدالله بن زكوان عن الاعرج اللي هو عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سلام لتسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها والتنكح فان لها ما قدر لها واحد يروح يجاوز مرأة تانية تقوله مش هتجاوز ها لما تطلع الى اولاني عشان يبقى كل دخل زوجها في جبهة قال لا لا انت هتقبل تتزوج تبقى زوجة تانية ما تشروتيش طلق الايه الولى ليه علشان ما تخديش انت مش هتاخد الا رزقك وهي برضو مش هتاخد الا رزقها هي مش هتنفسك في رزقك يعني اطمئني اياته الزوجة الثانية فهمت بقى ازاي طب بس انا مش عايز ابقى زوجة خلاص ارفضي من الاول لكن حدثنا مالك ابن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابي عثمان عن اسامة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته وعنده سعد وابي ابن كعب ومعاذ ان ابنها يجود بنفسه احدى بنات النبي ابنها كان بيموت اختلفوا فيها وابننا تعددت القصة مرة يقوله زينب مرة يقوله ده رقية كان ليه اسمه عبدالله من سيدنا عثمان ومات صغير وقيل امامة واخذ بالك وقيل ده محسن ابن ستنا فاطمة عندما كان يجود بنفسه ويبدو انها تعددت القضية اذ جاءه رسول احدى بناته يعني احدى بناته ابنها كان بيطلع في الروح ام اتبعت رسول للنبي تعال احضرنا علشان مش متحملة تشوف ابنها وهي في هذه الحالة وعنده سعد وابي ابن كعب ومعاد ان ابنها يجود بنفسه يعني 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 يقضي يعني يموت في لحظاته الاخيرة فبعث اليها لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل باجل فلتصبر ولتحتسب يعني كل واحد لأجل مقدر فاصبر واحتسب الأجر عند الله وعنه قال حدثنا حبان ابن موسى قال اخبرنا عبدالله الوابن المبارك المروزي قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبدالله ابن محيريز الجماحي ان ابا سعيد الخدري اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله انه نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل يعني احنا بيجي لنا سبي اماء كان العبودية موجودة فكان ما يجيس بالنساء تبقى أما عندهم والأما كان اذا جامعها وحملت امتنع من بيعها لانه صارت ام ولد حماها اللي ببطنها تهم لكن لو ما حملتش له ان يبيعها في اي سوق وياخد مالها تكريمية فبيقول احنا نصيب سبي ونجامعه ونخف يحمل فيضيع المال بتاعه فعشان كده بنعزل نعزل يعني لا نقذف المني في فرجها نقذفه في الخارج فهمت ازاي ده اسم العزل كيف ترى في العزل يعني كيف حكم الله في العزل هل هو حلال ام حرام فهمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم تفعلون ذلك هو انتم بتعملوا كده فكرين ان الاسباب بتاعكم ده حتمنع قدر الله او انكم تفعلون ذلك ده ربنا مقدر فهمت ازاي او انكم تفعلون ذلك لا عليكم ان لا تفعلوا يعني على اي حال مباح لكن اعرف ان فعلك ده مش حيمنع قدر الله لو قدر ان تحمل هتحمل برض فهمت لا عليكم ان لا تفعلوا يعني ايه يعني معناه افعلوا يعني مباح لكم ان تفعلوا فانه ليست نسمة يعني نفس كتب الله ان تخرج الا هي كائنة يعني الاسباب لا تمنع ايه مراد الله الاسباب لا تمنع مراد الله مراد الله هو قاهر فوق عباده يتم مراد الله ولو اخذت بمئة سبب لتمنع هذا المراد لا تستطيع وعنوبي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن اللي هو شقيق شقيق بن ابي وائل عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا الى قيام الساعة الله يعني كل الاحداث اللي حتحصل في المستقبل ربنا مقدرها واكشفها للنبي فالنبي اخبرهم بالمستقبل كله يبقى مقدره ما ترك فيها شيئا الى قيام الساعة الا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله ان كنت لأرى الشيء قد نسيت فاعرف ما يعرف الرجل اذا غاب عنه فرأاه فاعرفه يعني جاءت الاحداث بعد وفاة النبي كل شوية تتكرر وبعدين واخد بالك وعنه بيقال حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وكرم الله عليه السلام قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عود ينكت في الارض يعني النبي كان قاعد معاهم وفي ايله عود كده بينكش فيه في الارض زي ما تبقى انت قاعد كده بتحرك حاجة في الارض ومعه عود ينكت في الارض وقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنة فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وكان النبي قاعد معاهم مستنين دفن واحد يعني كانوا مش في جنازة وبعدين لما وصلوا يدفنوا فالنبي قاعد منتظر تمام الدفن فقال لهم الكلام ده في الايه في القاعدة دي باب العمل بالخواتيم يعني العبرة بما يختم الله على العبد حيموت على اي حال فهمت زي تبعثون على الحالة التي موتتم عليها فان موتت على الاسلام تبعث على الاسلام وان مات انسان على الكفر يبعث على الكفر كل واحد حيئي يبعث على الحالة التي مات عليها فالعبرة بالخواتيم وعنه به قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي وريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبرة يعني فتح قيبر في العام السبع من الهجرة بعد صلح الحديبية صلح الحديبية كان إيه ست وعشا كده ربنا قال لهم إيه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنه عجل لكم هذه اللي هي إيه فتح قيبر فيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من من معه يدعي الإسلام يعني هم بيفتحوا قيبر واحد من دنوبة في وسط المسلمين بيقاتل فالرسول اللي يمضى من أهل النار الله ده بيقاتل يا رسول ده دمعانة حاجة غريبة أوي إيه ده الصحابة إيه يعني خافه يبدو لما قال لك ممن يدعي الإسلام لكن كان في قلبه نفاق إيه ابتبعه هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته يعني أثبتته يعني إيه يعني إيه جعلته لا حراك إيه أثبتته يعني ثبتته يعني جعلته لا حراك لا يستطيع الحركة من كسرتها فأثبتته فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله سلم فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار برضو فكاد بعض المسلمين يرتاب طيب ما إحنا ده إحنا ما عملناش إيه إيه ما عمل ده إحنا ما قتلناش بشجاعته إذا كان ده من أهل النار إحنا هنروح فيه إيه إحنا عملنا أقل منه فكاد إيه أن يرتب في نفسه مش في كلام النبي لا يرتب في نفسه فيهم تبقى إزاي فكاد بعض المسلمين يرتاب فبينما هو على ذلك يعني إيه لا حراك والجراح كثيرة عليه هذا الرجل إذ وجد الرجل ألم الجراح ما استحملش ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر يعني قتل نفسه مات منتحرا فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول جيره جري رجال من المسلمين إلى رسول الله اشتد يعني جري فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله سلام يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أذن يا بلال يعني يعني عل صوتك خلي كل الناس تسمع لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد يعني لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وعنه بي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناءا عن المسلمين يعني دفاعا عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هنا إيه خيبر بقى فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يعني انتحر يبقى الثاني انتحر بسهم وانتحر بالسيف يبقى اتعددت الحالة يبقى دراجل غير الرابع يعني كان فيه منافقين بتخرج تقتل مع المسلمين فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله فقال وماذاك قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما قرح استعجل الموت فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل وعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل وعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم اللهم إنا نسألك حسن الخواتيم ونكتفي بأذى القدر نكمل غدان إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي حضا وإنه محمد عبدك ورسولك النبي لمنه على آله وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي اللهمILY والجمال أعداد خلقك ورظة لك عبدك وبداء kalimat Proof وكما تحب وترضى سبحان ربك ورب الهزة عما يصفون وسلام على المسécoleين والحمد لله رب العالمين